موسيقى مساء الخير لما بنسمع عن طالب ضرب مدرس أو شتمه في مدرسة الدنيا بتتقلب منلاقي ناس بتطلع وتقول فين وزير التربية والتعليم طب فين احترام المعلم ولازم الطالب ده ياخد أقصى عقوبة والتعليم خلاص باص طب لو كان المدرس ده رجل كبير في السن اتهان والضرب في بيته واللي بهدله وشتمه وصاد الجران وصاد أهل المنطقة كان ولد من ولاده تخيلوا ايه لنمفروض يحصل ساعتها ده السؤال اللي بعته لنا أحمد الابن الوسطاني لأستاذ فرج مدرس الرياضيات اللي تعرض للضرب والإهانة من ابنه الكبير تيجو نسمع الحكاية من أولها ونشوف أحمد بعث يقول لنا ايه اسمي أحمد خريج كلية تربية وعندي 24 سنة أبوي الأستاذ فرج مدرس رياضيات وأمي ربت منزل ومعايا ثلاث إخوات غيري بنتين وولد الكبيرة متجوزة ومخلفة والصغيرة بتدرس في كلية تجار وأخ أكبر مني بسنتين خارج معهد فوق متوسط سياحة وفنادق وهو ده اللي مدمر حياتنا ومورينا الويل ومبهدل ببيت كله معاه لدرجة أنه آخر حاجة عملها مسك أبوي ضربه ونزل على أمي بعصاية المأشة وضربها على رجليها أخي منه هو صغير تصرفاته طول الوقت غريبة وعدوانية في المدرسة كان بيمسك زميله بيضربهم سواء اللي قدوا أو حتى اللي أكبر منه والمدرسة كلها كان بتخاف منه في البيت كان بيضربني أنا وإخواتي البنات ويفرج علينا الجران وما كانش لا بابا ولا ماما بيقدروا عليه أخي عنيف جدا وعنده طاقة مش طبيعية ومهما تضرب يفضل يتشاء ويتمطط ولما وصل أولى عدادي كنا خلاص كلنا تعيبنا منه ومن عميله وقرايبنا وجرانا نصحه أمي توديه لدكتور نفسي يشوف حالته والكلام ده كان من سنين طويلة وكان ساعتها الطب النفسي مش زيه دلوقتي المهم أمي خدته وراحت بيه لمستشفى حكومي الدكتورة هناك قالت لها أنت لسه فكرة تجي بيه دلوقتي وزعاقت لماما جامد أمي ساعتها استغربت وقالت لها الولد لسه فقول عدادي فاهميني بالراح الولد عنده إيه وكان المفروض أجيبه إمتى وبسبب معاملة الدكتورة الوحشة أمي مشيت من عندها وقررت إنها مش هتروح لدكترة نفسيين تاني أما أبويا فعشان هو راجل بسيط معرفش يدي الموضوع الاهتمام الكافي لحد ما حالة أخويا تدهورت على الآخر من بعد الإعدادية لما كبر شوية كده وشد حلو اكتشفنا إن كل الشقاوة والمشاكل اللي فاتت ولا حاجة بالنسبة للمشاكل الجديدة اللي بقى بيعملها أخويا يا سالي بقى بيتحكم في مين يجي عندنا ومين ما يجيش ومين يخرج ومين ما يخرجش مين رايح فين وليه وعشان إيه ووصل لدرجة إن هو مش عايز حد يقرب من البيت لا قريب ولا جار ولو خالي أو عمي حاولوا يزورونا بيكون سنة أبويا وأمي سودة ويفضل يضرب فيهم ويشتمهم قدام الجران ويقول ألفاظ وحشة ويفرج عليهم المنطقة والناس في الشارع تطلع عندنا واكتشفنا إنه بيسرقنا بيسرق أي حاجة في البيت ويباعها وساعات بيسرق الفلوس عشان يصرف على الناس الغريبة وكذا مرة يسرق هدومي ويقطعها ولما أبويا يجيب له هدوم جديدة يروح مشاحتها للناس في الشارع لما نسأله هدومك الجديدة رحت فين يفضل يتوه في الكلام ويلبس أوحش لبس وعلى طول فاضحنا في المنطقة ده غير إنه ساعات بيفتكر مواضيع قديمة من 10 أو 15 سنة يعمل عليها مشاكل كبيرة ويفضل يقول فاكرين لما عملتوا كذا وكذا وفي الآخر يفضل يضربنا ويشتمنا ولما أختي كبيرة من متجوزة تيجي عندنا تزورنا هي وجوزها وعيالها بيفضل نحايله عشان ما يعملش مشاكل معاهم ما يفضحش أختنا لكن ما فيش فايد وكل مرة بيمسك عيالها يضربهم ويغلس عليهم لحد ما يعياته لحد ما في مرة ورد تانية ولد أختي بقى عندهم فوبيا منه لدرجة إنهم لو سمعوا صوته في التليفون بيرموا التليفون ويعياته لما أختي تضيع عشان عيالها يعلي صوته ويشتم جوزها ويقول لها أنا هطلقك منه لأ إحنا محتاجين نتكلم هو ده مرض صح ده مرض ولا إيه وإيه نوع المرض ده إيه نوع المرض اللي يخليه يعمل كده وإزاي حد بالحالة دي يكمل تعليمه يخلص معهد فوق المتوسط ويكمل تعليمه عادي تعالوا نكمل وأنا صغير يا سالي كنت بسأل نفسي هو أخوي هيفضل كده على طول ولا هو تعبان وهيخف زي ما مامك بتقولي ومع الوقت بدأت تستغرب إزاي هو بينجح في المدرسة عادي جدا مرغم حالته دي وإزاي خلص إعدادي وسنوي ودخل كمان معهد يعني مفروض فاهم وعارف هو بيعمل إيه بس لغاية النهاردة بجد مش لقي جواب ساعات أتعاطف معي وأقول عليه مريض وساعات تانية أحس أنه عنده زكاء إجرامي وأنه شخص زكي جدا ومش عبيت وارجع أقول ده حتى المجرمين والله مش كده مفيش حد طبيعي ربنا خلقه بيأذي لرباه طب أقولك على حاجة أخويا ساعات عشان يغيز بابا يروح المدرسة عند بابا وساعات كمان يروح المنطقة التعليمية يتعرف على زميل بابا ومديرينه ويشتري لهم نتائج وهدايا عشان يزبط لهم أنه هو كويس ومحترم ويجيب العيب على أبويا يعني ساعات كتير بيبقى عارف هو بيعمل إيه حاولت أساعده جبت له شغل وفعلا نزل الشغل قعد ثلاث شهور وبعدين هو اللي ساب الشغل ما طردهوش ومحدش عارف صرف الفلوس اللي أبضها فين وعلى مين طول الوقت جوايا على ما تستفهام مش لقيلها إجابة وبالمناسبة لما أختي الكبيرة جدت تتجوز كان أخويا في الأول مش باين عليه خصوصا أن شخصية أخويا مش بتبان من أول مرة وبعد كده لما جوز أختي بدأ يحس ويلاحظ أن أخويا في حاجة غلط أختي ساعتها قالت له هو تعيبنا من زمان كده الفكرة دلوقتي إن جالي شغل من فترة في السويس وبقيت مسافر وسايبهم كل شوية بسمع عن خناقة وشتيمة وضرب وبهدلة وأنا بعيد ومش عارف أعمل إيه وأبويا وأمي كبروا ودخلوا على الستين وأختي الصغيرة مش حمل بهدلة هي كمان أنا لما بشوف اتنين إخوات ماشيين مع بعض بحس بزعل من جواي على أخويا وحال أمي وأبويا بدعي الأخويا ربنا يشفي بالله عليكم لو في حد من الدكاترة النفسيين ممكن يتبنى حالته أنا نفسي يبقى كويس ويتعالج في الأول والآخر ده أخويا عمري مقدر أستغنى عنه أو حتى تبرى منه نفسي حاله يتعدل وأبويا وأمي يسترياحوا من اللي هو عامله فيهم ونفسي أخوي يبقى سند لنا أنا وإخواته البنات ونكون كلنا سند لبعض قولولي أعمل إيه قولولي أعمل إيه طيب طيب أقول لك على حاجة لحد هنا خلصت رسالة أحمد رسالة محيرة جدا تخلي الواحد دماغه تلف طيب هو أخو أحمد ده مريض نفسي طيب هو بيعمل كده ليه وإزاي قدر إنه يكمل تعليمه عادي طيب ليه بقى يروح شغل بابا ويجيب لزميله هدايا عشان يخلي صورته حلوة قدامهم تعلي على باباك طيب لو مش مريض إيه مصلحته في إنه يضرب بابا ومامته محد بيعمل كده ويبهدل إخواته بالشكل ده ويروح يجيب عصاية المقاشة ويدرب بيها هو عارف هو بيعمل إيه كويس قوي طيب ليه لما يجيبوا له هدون جديدة يروح يديه للناس في الشارع حنين قوي أسئلة كتير قوي وصعبة في حكايتك يا أحمد أنت وأخوك بس هنحاول ولازم يكون في حل استنونا بعد الفاصل